اهلا بحضراتكم من جديد ونكمل حوارنا الحقيقة الشيك الجميل مع قامة يمكن اول مرة يكون بيني بيني وقاءنا اقف ايه رألت له الحقيقة يعني انت تصلح المتحدث الرسمي لجنة المتحدة المصرية من كتر ما هو لابك الحقيقة الدكتور عبدالله الله خليه الله خليه وكمان مش بس كده بينطقي كلامه الفاظه بيعرف يوصل المسيج كويسة وانا قلت له ان ده غريب على الملاكمل عائلة الملاكمة صحابي ودب وضرب بس الدبلوماسية بتبقى شوية تعلمنا خضرات خليني برضو يعني ارجع لحضرتك في عبائة اللجنة المتحدة المصرية ما زالنا موجودين وما زالنا حضرين بقوة في اللجنة المتحدة المصرية والحمد اللي عدينا هذا الكلام شايف النهاردة البنية التحتية الرياضية لازم اتكلم في الحتة دي مهمة لانها في الاخر هتصب في مصلحة اللجنة المتحدة المصرية النهاردة انت بتقدم على دولة الألعاب الأفريقية 22 وانت متطمن وضهر الجامد ومصر داخلها بتقول لها البنية التحتية الرياضية والطفرة الكبيرة اللي حصلت ماذا تمثل لسيادتك من صندوق اللجنة المتحدة المصرية شوف حضرتك اولا طبعا الشكر اللي يا سبحانه وتعالى والشكر طبعا لفخامة الرئيس عفتاح السيسي لانه هو فكر بر الصندوق نعم يعني سيادة الرئيس فكر بر الصندوق لما العاصمة الإدارية دي دي بر الصندوق المنشآت الرئيس اللي موجودة هناك معالي الوزير الشباب والرياضة دكتور أشو صبح لما جلنا حتى رئيس تحاد دولة هنا خدناه روحنا هناك ولما جل كمان زيارة جاك روك اللي هو رئيس اللجنة المبينة الدولية وقابل فخامة الرئيس وقابل الدكتور توماس بخ قال ان انتوا جاهزين لدورة أولمبية قال انتوا جاهزين لا انا عايش تفاصيل بقى اقول تفاصيل انت هنا مش هتعدي كده لا اقول لي تفاصيل لان تطلع الكلمة لا اكدت مش هتعدي عليها حاجة كده يعني هو ده جاء امتى وجاد الدعوة ازاي لا اقول لي التفاصيل بقى كده يعني الدعوة طبعا من لدورة أولمبية المصرية وجيه قابل فخامة الرئيس وراح شافي العصامة الإدارية فقال انتوا مستعدين دلوقتي اللي استضافت الدورة أولمبية ماذا يعني هذا التصريح ماذا يعني هذا التصريح لان قال ان في 100% انتوا عملتوا 60% منها اللي هي المنشئات الرياضية اللي موجودة في العصام الإدارية فيتفضل بقى الـ 40 اللي هي الإعداد والماليات والموارد المالية والإعلام والحاجات بقى شاف الطرق اللوجستية لان كان من ضمن الأسباب اللي خسرنا فيها تنظيم كاسب ما فيش طرق ما فيش في طرق طبعا فالنهاردة شاف الطرق وشاف الأكسس للملاعب وشاف الدنيا دي كلها ما شافها فقال انتوا رايزين ليه اللي قال انتوا حققتوا يعني نحن ان شاء الله احنا مصر مقدمة الأولمبيات 36 قال انتوا دلوقتي محققين 60% من المطلوب للدورة الأولمبيات ونحن لسه في 24 احلى حاجة قلتها النهاردة لا دي حقيقة دي مش كلام حلم ده انا حلم انت حاجة بتقول الجسبي أشعر لا دي حقيقة انا اتمنى شوف الدولة المصرية بلدي بتنظم الأولمبيات لا دي ان شاء الله لان هو برضو الرئيس اللاجر الأولمبي قال لنا عايزين ندي الدورة دي لحد في أفريقيا فلما جيه ظهر بنفسه وشاف بعينه قال انتوا عملتوا 60% من المطلوب لاستضافة الدورة الأولمبيات طب اللي حواليه مهم بقى ليه انت النهاردة لازم يكون عندك بقد رؤية ممكن في 26 36 ما بقاش موجود تومس بخ وده اكيد بش موجود لانهم عندهم 8 سنين وعندهم التغييرات بتحصل وليهم الاستاتيوس بتاعتهم الداخلية اللي حواليه اللي هم بروميسين جيبوا رؤساء ويمسكوا لجان أخبار الكلام معهم ايه موافقين على كلامه تماما والمرشح بداله بل هو رئيس الاتحاد الياباني اقول له حضرتك هو ده انت عندك لا فضل عندك صرفة كبيرة وكابتن عيسى لا ده فهم برضو مقتنعين تماما بما حققه مصر من طفرة إنشائية وتحتية دي حقيقة لانهم اقول له حضرتك لما جمل احنا لما خسرنا زيره المنديال ده عشان الطرق دلوقتي لما هو رجبوا العربيات ومشوا بره العصامة إدارية ودخلوا وشافوا الدنيا عاملة زي مقولي ده حضرتك لما يجي رئيس اللجنة الانبية الدولية بيتعامل دوت بث مباشر على مئتين وخمسة دولة فعلا على صفحة صفحة اللجنة الانبية الدولية مع عشان كده بقول لحضرتك الدول الافريقية احنا كنا هناك حوالي خمسين دول افريقية قالوا لي احنا مستنين نروح مصر سبعة وعشرين بتولهم ليه انتوا عرفتوا قالوا عشان احنا شوفنا كذا وكذا وكذا وعازين نشوف الكلام ده وعازين نشوف الكلام ده لان هما لما يقارنوا بقى اللي شفوه في الاقرة محترام طبعا للناس بيعملوا اقصى ما في السعوم راسنا من فوق اخوتنا طبعا اقصى ما في السعوم طبعا واللي شفوه في البنية التحتية والتجهزات اللي مصر بتعملها فطبعا فرق كبير جدا فهم قال لك احنا عايزين المستنين سبعة وعشرين دي فبتولهم اهلا وسهلا بكم طيب انت اسعد واحد النهاردة وحدك امين سندوق اللجنة المصرية وتمشوف البنية التحتية دي ونيجي رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المصرية الدولية تومس باقوة بيقول ان مصر جاهزة لاستضافة المصرية شايفين احنا بنقرب شايفنا احنا بنقرب دكتور لهذا الحلم الكبير شايفنا بنقرب الملف دوت على اعلى مستوى لان طبعا احنا بنقرب باستمرار مع الدكتور مع وزير الشهور يعني مش قاعد في برجة عاجل الراجل قاعد معنا لسه النهاردة الصبح بكلمه في تليفونه بيتطمن قال لي الله ربنا معكم تروح طوال نقرب شهر في غانا فقالتول ان تقلقش احنا طبعا متحملين المسؤولية وان شاء الله بإذن الله يعني الراجل معنا بقلبا وقلبا زي ما بيقوله وقالل التنصيق مستمر وكيد الدكتور أشاف يروح لكو يمكن ده اكيد اكيد والمهندس ياسر عيجي في الافتتاح والمهندس شريف العرام عيجي للختام يعني احنا منظمين العملية عشان تبقى الدنيا عشان الدنيا تبقى ماشي هنا وماشي هناك ولا اللي عرفتم من معالي الوزير انه فيه ملف ضخم جدا احد الشهرات العالمية عتعملهم بالتنصيق مع الجهات المصرية عشان يقدر نقدم مش لا اللي عشرين اللي تلاتين ستة اللي عشرين ستة تقديم الملف ده بيبقى امتى تقريبا يا كابتن لازم يكون قبلها بتامن سنوات يعني احنا بنتكلم في عشرين ستة عشرين يعني ستة وعشرين او سبعة عشرين ان شاء الله وفيه يعني طبعا دكتور أشرف صبح راجل يعني علم كمان هو راجل دكتور لا ده استاذ الرياضة بالزبط في حوة عارف ان لازم تخش بمدخل علم ولازم يكون فيه شركة هي بتقدم لك الملف بالزبط يا فنان يعني فعش انا كدولة مهما كنت بفهم كوزارة شباب الرياضة ممثلة في وزارة شباب الرياضة مش هفهم زي ما يجي حد مختص انه يقدم الملف ده وبيشتأكيد من دلوقتي شغالين عليه من دلوقتي شغالين عليه والملفات بتتعمل من دلوقتي واحد الشركات الكبيرة العالمية بتعمل هذا الملف دلوقتي بالتنصيق مع الرجالة اللي في وسارة الشباب الرياضة بر الجالة بصراحة لان الناس بيساعدون يعني مش هازة اقول لك فريق واحد فريق واحد يعني مش لازم نكلم الوزير عشان الحاجة تخلص لأ مجرد ان احنا نكلم الدكتور الكوردي او الدكتور عبدالاول او الأشرف الأشرف البجري يعني اي حد بيستجيب على طول فورا يعني بصراحة